عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع ممثلي شركة تاسيراج الصناعية وتحالف شركة تافيسيرا الإماراتية ومجموعة حانوال العالمية لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج بالمنطقة التصادية لقناة السويس وذلك باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المصنعة محلياً وتم خلال الاجتماع استعرض موقف أحد المشروعات الوعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشاركة مصرية مع تحالف عالمي مكون من شركة هانوال العالمية في سارة الإماراتية اشتركوا في القناة